تحذره لكن ما ذكرته قبل قليل وهو مهم جدا ولا أريد صراحة أن يمر مرور الكرام وهو الآثار النفسية أو الآثار المترتبة على التنمر وهذه نقطة جدا مهمة ما ذكرته قبل قليل أنه مثلا الكبار يقول هذا وحنا تنمر علينا وتنمرنا في طفولتنا ولا ضررنا شيء حقيقة الأثار هذه لا تدرس من خلال رأي شخصي و لكن هذه العيادات الآن نشوفها مليانة الآن من آثار هذا التنمر و من آثار العدوانية سواء في التربية أو حتى التنمر ما بين الشباب أو ما بين البنات أحيانا كلمة جارحة من بنت و قال لبنت أخرى مثلا فيها تنمر ممكن تؤدي بها إلى الإنعزال و الإنعزال يؤدي إلى الكآبة و الكآبة مربما تؤدي إلى قمة منتهاها وهو الانتحار كم من قصة سمعناها في وسائل التواصل الآن أنه فلانة أو بنت مثلا قدمت على الانتحار بفعل ضغط مستمر من متنمرات عليها في المدرسة لا نستهيم بهذا الأمر لأنه أمر جد خطير و لا بد من بداية توعية الأسرة و توعية الوالدين و توعية المدرسين و المعلمين و المرشدين في المدارس إذا انتبهوا لقصة و حدث مثل هذا القبيل أن يعلموا الأطفال أولا في البيت إذا تم التنمر عليك من قبل طلاب أو من قبل طالبات أن تبدأ بالتوثيق أنك تبلغ مثلا المرشد و طلابي تبلغ مدرسك تبلغني شخصيا حتى أتخذ قرار حتى لا يستمر هذا العدوانية لأنه أحيانا يكون التنمر سلسلة طويلة لا تنتهي تنتهي بي يعني بعد يكون مثلا تدخل المرشدين أو تدخل الأباء بعد فوات الأوان الأمر الجد خطير الآن أصبح أنه انتقل هذا التنمر من تنمر بالعالم الواقعي إلى العالم الافتراضي وأصبح أطفال هنا يقضون وقت طويل و ساعات طويلة في برامج التواصل و في الألعاب الالكترونية كم من يتعرضون من هذه يعني في دراسات كثيرة في شتى يعني بلاد العالم و ضمنها المملكة الواقعية السعودية وصلت النسب إلى 57% من أطفال أنه تعرضوا التنمر بل بسبعة من عشر أشخاص يتعرضون للتنمر الإلكتروني وهو يعني الإساءة المباشرة و جميعنا يمكن يلاحظ مثلا في وسائل التواصل تأتي أحيانا كلمات فيها إيذاء أو تهديد أو حتى يعني هذا النقطة المهمة جدا أنه المتنمر في هذه اللحظة في العالم الافتراضي لا يرى مدى ردة فعل تنمره على الضحية صحيح فبالتالي أحيانا يستمر في الإيذاء و هذا يتعذب و ربما يتأذى بشكل كبير أنا في اعتقادي برضو دكتور أتعلق و بطرح سؤال أنا في اعتقادي أيضا أنه أنا أشوف كثير من الناس المشاهير و المعروفين دائما يجي يقول يا جماعة أنا سامحتكم و أنا سامحتكم أنا أحسن كلمة أنا سامحتكم تجعل فرصة للناس أن يتنمروا أكثر وتجعل فرصة للناس أنهم يعتدون يعني ما صار عنده رادة أنا أقول أنه لما يستشري أمر معين يجب أن لا تسامح يجب أن تخبر الشخص خليه لا ينام خليه يشعر أن هذا شخص و خليه يشعر أن أخطأ في حق شخص و خليه يتعب يحاول يروح يعتذر له أو يصحح هذا الغلط أنا ترون ما أسامح أحد إلى يوم الدين يعني يحسس الناس أنه أن ترى يا جماعة الموضوع مهو بسيط ولكن الضمير عند هؤلاء الأشخاص غير موجود عما تتكلم معه في موضوع المسامحة أنا أعتقد الموضوع أكبر من ذلك و يعني دكتور عبد المحسن أنه الموضوع أكبر من ذلك يجب أن يضبط و يعني يتخذ الجرعات رسمه و دكتور سلماني خير و خير يتكلم في ذلك أنا أعتقد مسأة أنه البساطة و يعني ومخاطبة ضمير الشخص أحيانا ضمير شخص معتدي لا يجد عنده ضمير أصلا يعني مسأة سامحتك أو لا سامحتك لا تعني له شيء أنت تتكلم مع الشخص الطبيعي لكن الشخص الغير طبيعي يعني هذا الأمر يحتاج له إلى إجراء أكبر من ذلك تمام فضل دكتور